في إطار استراتيجية والسياسة للجماعة الحضارية تم تأسيس وخلق مجموعة من الفضاءات والمتنفسات الرياضية لساكنة مدينة العيون من أجل سد الفراغ من أجل حث الساكنة على ممارسة الرياضة لأنه إلى وقت قريب كانت المرأة الصحراوية محتاكرة حدها حد البيت دياله واليوم كيف تشوفوا عادت عنا جميع النساء كيمارس الرياضة من خلق لهم البنية التحتية وهذه بفضل السياسة المولوية الحكيمة لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله اللي خلق اللي خصوه يحس بالدور المنطبي لا من منتخابون والمسلطات المحلية ولا من فاعلين جمعويين لأن هذا الدور دور الجميع دور أي واحد خصوه يخدم من منظور دياله كيف تشوفوا اليوم الأزيد من 3000 إلى 4000 وسبوعيا ديالأطفال كاتمارس الرياضة والحمد لله هذه بنية تحتية متوفرة عليها الأقل المجنوبية اللي الحمد لله ماشي في مدن أخرى وهذا مفخارة لجميع الصحراويين بصفة عامة وصفة خاصة والمغاربة بصفة عامة لأنه قد يظهرون لنا مجموعة من المواهب اللي قد نطعموا بها الأندية الوطنية والمنتخبات الوطنية إن شاء الله بالنسبة لهذه البنية التحتية اللي ولا تتصدر بها منطقة ديالالعيون الحمد لله 45 ملعب في المدينة كاملة ملعب قرب اللي كتشرف عليهم الجماعة الحضارية كنا كنا نلقاوا واحد الخصاص في المدينة بالنسبة للعابة وهذه ستسقي من هون القدام إن شاء الله ستسقي بالزاف من النوادي المغربي ديالالعيون ونتمنوها إن شاء الله تكون حتى في الملاعب المغربية اللي كتبوا لنا في بروميار ديفيزيون في المناطق الكبار إن شاء الله من الملاعب زوينة ودروا لنا بس مقاونا اللعب وعزبونا ومقاونا اللعب فيهم وعزبونا بقا يدخلونا ونتمنوها ونكونوا كبيرين ونقاونا اللعبوه مزيان ونقاو فيها هذه الملاعب زوينة دروا لنا فينا مقاونا اللعبوه ونشكروا سيدنا بهذا الملعب هذا اللي راه شي كبير ذات تاني على شي بستوى باش الناس اللي كانت المعاقل اللي كانوا في ديور هم كيلقوا فاش يلعبوا في العيون دار ليهم حمدي هاد الشي الله يلحاج الله يزازه بخير والله يصر جلد محمد السادس اللي يحتوى دار هاد الفكرة والحمد لله جيت لهنا وقال لي حمدي خصك تتقلب على واحد لكيب اللي غاد يواصل ومشينا عندهم للدار وان شاء الله جاءوا الدراري كاملين واحد بواحد ولنا كانت صورة تولى واحد الفارق الحمد لله متكامل في مدينة العيون